الطريق إلى كفردبيان وفريا وعيون السمان في منتصف كانون الثاني من عام 2018 ليست كسابقاتها في السنين الماضية فاليوم الرؤية من بعيد تكاد تنعدم فيها المناظر المعهودة في هذه الفترة من السنة الثلج يكاد يغطي قمم الجبال التي تقابلها جبال أخرى غاب عنها الجنرال الأبيض أما حلبات التزلج فافتقدت محترفي هذه الرياضة وهوتها ومع ذلك بيض الثلج لا يزال يستقطب السياح الذين اكتفوا بالتقاط الصور والتزحلقي على ما تبقى من الثلج من دبي كتير حلو بس توقعنا ورلا يكون أكثر من هيك صراحة التلج في مولف دي اميراتس في عندك التلج تدخل عليها بس تحسي أن كل شي صناعي ما هو حقيقي لكن هون لما تيجي بتحسي حقيقي حتى الولاد الصغار بينبسطوا بطريقة مختلفة تماما هون بحبها أي تلفيك نعم سنوما كنا قبل نحن وعلى الطرقات تلعين على طريق عجلتون وهيك كنا نشوف كثير تلج ويكون طريق مليانة هلأ تنوسع على البيستيد بكفردبيان تنشوف التلج حال موسم التزلج في كفردبيان والمناطق المحيطة يصفها الأهالي بالكارثية فالثلج لم يزورهم إلا على ارتفاع يزيد على 1800 متر والسنة للأسف التقس بعده ما عم يسمح أنه ينزل تلج بكميات اليوم الموسم كان يبلش بتشرين تاني يخلص بنسان بدون توقف هلأ اليوم عم يكون الموسم شهرين شهرين ونص مجرد تتلج 80 سنتي مطرح ما أنت وقفي تبري المركز ماشي المحال التي تعرض أدوات التزلج تشهد غيابا ملحوظا لحركة البيع والشراء هلأ تعرفي عنويكي شو بدنا نعمل بنفتح إيدينا ونصلي طي الله يعطينا تلج بقوة الله تتفرج علينا وعا كل العائلة إلا أن بصيص أمل يلوح في أفق التجار الكبار الذين يؤكدون أن خسرتهم لم تتخطى الثلاثين في المئة فالثلج مهما تأخر جاي يعني أنا بهذا المجال إلى 28 سنة بهذه 28 سنة فيك سنين بتجي مأخرة في سنين بتجي بكير قبل نوال مرات بيجي سنتين وراء بعضهم مأخرين مرات بيجي ثلاث سنين وراء بعضهم بكير يعني أنا برأيي هذا شيء نورمال لأنه هلأ مثلاً أوروبا سنت الماضية ما كان عندهم تلج السنة مطمومين ونحن مأخرين سننتوقع هلا إن شاء الله قريباً بيكون في شيء هي أزمة قد تكون من الأزمات النادرة التي لا يلوم فيها المواطن دولته فتغير المناخ هنا هو المسؤول عن تهديد عواصم السياحة الجبلية تأخر العواصف الثلجية هدد موسم التزلج وتماماً كهذه العجلة الحديدية باتت العجلة الاقتصادية التي تعتمد على السياحة بشكل أساسي مهددة بالتوقف من مركز التزلج مزارك فردبيان جوالي الحج موسى قناة الجديد